اشتركوا في القناة يا رب سلام عليكم ورحمة ربي تعالى وبركاته الله يعطيكم الصحة والعافية يسعد صباحكم مساكم كل اوقاتكم طلابنا المحترمين الله يرضى عنكم جماعة الانجليز المشترك جماعة الالفين وثمانية بسم الله وعلى بركة الله تعالى هلا يا محترمين احنا حكينا فيه اللي هي مبادرة خلاصات القطع هلا نزلت خلاصة القطع الأولى الله يسعدكم يا رب اللي هي والآن خلاصة القطع الثانية اللي هي صلوا على رسول الله اللهم صلي على سيدنا محمد هاي الخلاصة متى بتنحضر بعد ما الطالب يخلص القطع كاملة بالشرح التفصيلي 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 وحل جميع الأسئلة سواء الأسئلة المطلوب من حضرتك أو حضرتك تحلوها أو الأسئلة الإضافية اللي هي في الهومورك الآن بيجينا بعد هيك المرحلة اللي بعدها اللي هي خلاصة القطع عشان تضل في بالنا بإمكاني أحضر الخلاصة بس أخلص القطع وأسئلتها مباشرة وبإمكاني أحضرها مباشرة ولقوا الدام شوي لأنه اللغة الإنجليزية تراكمية لازم تضل في بالك وبإمكاني ما أحضرها بعد القطع مباشرة بتركها سبوع عشر أيام فرصة أني أرجع أتذكرهم الله يرضى عنكم أي خلاصة بنضيفها بتكون هايها موجودة نازلة على اليوتيوب الله يسعدكم موجودة على صفحة الآن صفحة الشخصية بالإضافة يا محترمين ويا محترمات هتكون اللي هي في روابط ورا بعض يعني كل ما أشتغل واحدة جديدة هنضيفها لرابط في عندكم في الحقيبة الإلكترونية الله يوفقكم يا رب يسر أموركم عشان سهولة الوصول إلها إن شاء الله تعالى الله يوفقكم يسر أموركم ندخل في الموضوع مباشرة حالا أنا مش شايف أنه في داعي تكتبوا هذا الكلام بس يضل في بالكم ميكين كونتاكت اللي هو المقصود فيه اللي هو التواصل الآن التواصل بسم الله الآن أول شيء أخواني 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 هذا مش شرح هذا مش شرح الله يرضى عنكم شوفتم الشرح هذا اللي هون اللي هو تذكير تذكير مش شرح هذا الله يرضى عنكم تذكير خلاصة يعني هلأ بعض الحيوانات تفهم basic instructions الآن عنده قطة صغيرة في البيت صارت تفهم عليك روحي تعالي ايش بتناديها في اسمها إلى آخر basic instructions اللي هي تعليمات يعني basic اللي هي أساسية أو رئيسية يعني طيب هاي اللي هي some animals الآن هاي basic instructions التعليمات هاي بتسمح للمسافرين allowing travelers اللي هم المسافرين الآن تكونترول أن يتحكموا بـ their horses and camels اللي هي في الـ horses الموصود فيها اللي هي الخيول والcamels اللي هي الجمال الآن إذن الله يرضى لي عنكم يا رب بعض اللي هي الـ animals بتفهم اللي هي basic instructions الآن allowing travelers وتسمح للمسافرين أنهم يتحكموا بـ their horses and camels بتسمعوا الآن في لغة خطاب معينة الآن مثلا الشخص اللي عنده الخيل عنده الخيول عنده الجمال الآن ممكن أنه يتواصل مع الـ camels أو مع الـ horses بلغة معينة بـ speech معين هلأ بتروح على more intelligent ones هلأ الأكثر الأكثر ذكاء الآن الـ animals الأكثر ذكاء الآن ما وقفت بس على أنهم يفهموا الـ basic instructions لا فيه شغلة أعمق من هيك الآن they can figure out بإمكانهم أنهم يفهموا يعني figure out what we want them to do أيش بدنا منهم يعملوا فالآن تتطلع بنظرة معينة بصير يفهم عليك شو اللي بدك إياه أبداً معناته فيه خلل فيه الآن فهموا للموضوع طيب هلأ محترمين محترمات الله يرضى لي عنكم يا رب الآن the previous assumption بمعنى اللي هو افتراض الآن الافتراض السابق شو كان عند الناس الافتراض افتراض سابق شو بيحكي لهذا الافتراض السابق انه animals communication الآن التواصل اللي هو بين الآن مع وبين الانيمال is limited is limited يعني المقصود اللي هو محدود هاي المعلومة اللي كانت عنا يعني الانيشيال المبدئية هاي الكلمة والله انيشيال الآن اكتبوها عندكم كلمة مهمة معناها اللي هي اشي مبدئي مبدئي الآن اخواني إذن الآن الافتراض السابق كان انه الانيمال's communication is limited محدود هلا بنروح على الناتشريليست اللي هي جين جوديل الآن هاي الناتشريليست اللي هي عالمة الطبيعة حكت عن two possibilities الآن شغلتين احتماليتين هلا الباصبيلتي الأولى انه some animals taken what we are saying يستطيعوا ان يفهموا شو اللي احنا قاعدين بنحكي اه معنات الموضوع بطل انه انت تؤمر الانيمال فبيرد عليك او الانيمال اللي يعرف شو اللي بدك يا لا 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 صار لما بني قدمين يحكوا اثنين بتلاقي مثلا البصة بتطلع عليك بنظرة غريبة شوي بتقول لك اه ها شو بتخطط ما نفاهم كل شيء اذا what we are saying اذا بعضهم صاروا انهم يعني يفهموا what we are saying what we are saying و some animals الآن يعني اللي هو الجزء الاخر الآن get across complex ideas الآن بإمكانهم انهم يحللوا يفهموا complex ideas get across طبعا هاي الآن زي taken get across figure out هذا الآن اذكر في دوسية الحفظيات والله في غاية الأهمية ردوا علي واشتغلوا فيها كل يوم خذلك صفحة معينة يوميا صفحة معينة حتستفيدوا كثير والله العظيم جدا جدا مفيدة الآن get across اللي هي معناها بالانجليزي to successfully communicate a message or an idea هيك معناها بالانجليزي اللي المفروض نعرفها وحافظينها الآن الآن الانجليزي بدون ما ترجع لدوسية الحفظيات عن جد بتكون صح بمعنى الكلمة طيب إذن إخواني الآن هاي اللي هي possibilities الآن اللي بتحكي عنهم Jane Godel إذن some animals taking what we are saying what other animals get across complex ideas صاروا الآن يفهموا شو إحنا قاعدين بنحكي بين بعض بالإضافة إلى أنه حتى الآن صار منهم إشهدها بمعنى الكلمة صاروا الآن بيقدروا يحللوا بيقدر يوصلوا بيقدروا الآن يأخذوا أفكار معينة يعطوا أفكار معينة ومش أي أفكار بتكون اللي هي complex ideas يعني معقدة جدا واللي هي صعبة الآن هاي اللي هي جزئية إذن Jane Godel هاي البنت هاي الآن بتشتغل إلها علاقة في animals والcommunication amongst animals والآخرين الآن هاي البنت قرأت كتب عن شخصية اسمها Dr. Dolittle هاي الشخصية اللي هي fictional شخصية خيالية هاي الشخصية كانت يعني كانت could talk to animals كأنه بإمكانها تحكي مع الـ animals قراءتها قراءتها عن الشخصية هاي قراءة كتب عن الشخصية هاي اللي هي Dr. Dolittle inspired بمعنى أل ها ما الآن inspired ألهمة Jane to go to Africa أول ما قرأت عن الشخصية هاي كثير تأثرت فيها قالت لك معقول في شخصية تتحدث مع الـ animals وأنا شو مقعدني هون ما أطلع الآن مباشرة لأفريكا بالفعل راحت هي والدتها إلى أفريكا الآن her new job وظيفتها الجديدة اللي هي في أفريكا طبعا حكالنا عن تنزانيا راحت الآن was observing chimpanzees الآن اللي هي observing هون مش بمعنى ملاحظة مراقبة كان الآن اللي هي مهنتها كانت مراقبة اللي هو النوع هذا من القردة أول ما شفوها مباشرة الـ chimpanzees الـ animals رعنا ويه هربوا منها أول ما شفوها الآن هي مش هربت زيهم وقالت لك هربوا معناته خليني أروح لا but with her calmness الآن هدوءها كثير كانت هيك حسستهم بأمان فعشان هيك they gained trust الآن اكتسبوا ثقة معينة بإيش اللي خلاهم يكتسبوا ثقة اللي هي calmness أول ما هربوا هي ضلت هادية وتحاول تحكي معهم تحاول تلطف الجو فهذا أعطاهم اللي هي trust الآن أعطاهم اللي هي ثقة بإنها تكون مقربة منهم طيب الآن دراساتها هاي البنت showed that بيّنت أنه الـ الآن من خلال دراستها تبين أن القردة هاي بإمكانها تتواصل allowing them to الآن والتواصل هذا يسمح لهم الآن تعمل نشاطات معينة groom and help each other يعني بينظفوا اللي هو الفرو تذكروا لما شرحني القطعة هاي كنت تطلع اللي هي صور معينة وسكتشات هيك لفيديوهات معينة للتوضيح يعني الآن إذا groom and help each other بيساعدوا بعضهم البعض share food الآن بيتشاركوا الأكل حتى الطوش والمشكلات اللي بينهم have arguments الآن كان بينهم جدال ونقاش بتلاقيهم بيعصبوا على بعض وإلى آخره ويوصلوا بالنهاية إلى حل تسوية يعني they were able to compromise يصلوا إلى مساومات معينة هاي كل اللي هي النشاطات اللي من خلال her studies اللي هي دراساتها إذن دراساتها showed that the chimpanzees بيّنت إنه القردة could clearly communicate بإمكانهم يتواصلوا مع بعض allowing them يعني allowing اللي هو الشمpanzees الآن to groom and help each other إنهم ينظفوا لبعض الفرو ويساعدوا بعضهم share food الآن have arguments هاي اللي هي activities اللي هي once they communicate with each other مجرد ما تواصلوا مع بعض هاي اللي هي النشاطات اللي بيقدروا يعملوها الشمpanzees مع بعض أو بين بعض طيب الآن محترمين الآن بتحكين للبنت هاي إنه animals اللي هم الشمpanzees could not communicate لم يستطيعوا التواصل باستخدام اللغة زي البني أدمين ما في عندهم لغة واضحة زي البني أدمين لكن they could communicate باي الآن شو طرق التواصل اللي استخدموها هلا language ما استخدموهاش طب شو طرق التواصل الآن من خلال اللي هو اللمس من خلال الساوند اللي هو الصوت من خلال sign language إذن هذول الطرق اللي استخدموهم الآن لاحظوا بالله عليكم they could not communicate using language ما استطاعوا أن يتواصلوا باستخدام اللغة بينما استطاعوا أن يتواصلوا by touch من خلال اللمس by sound by sign language إذن هاي اللي هم اللي هم ways of communication أو اللي هي means of communication between animals أو between chimpanzees in particular تحديدا أوكي هلا لاحظت ملاحظة أنه الآن استخدموا اللي هي العصي ليش؟ عشان يأخذوا النمل من الشجرة والآن يطعموا يستخدموا هاي العصي الآن تفيد اللي هو عشان يطعموا اللي هو الآن سلمين لا they're young يعني نوم يقدروا يستخدموا اللي هو العصي هاي الآن بيأخذوا النمل اللي هو من الشجرة وبيستخدموا العصي هاي عشان من خلالها يطعموا اللي هما صغارهم إذن ببساطة in short in brief they could use tools يستخدموا الآلات وأكيد منذكرين الله يرضى لي عنكم لما قرأنا القطحة هاي الآن كنتم موضح جزئية أنه كيف والله إنهم يستخدموا التولز كان في فيديو الآن بيبين أنهم استخدموا اللي هي التولز المعددات طيب الآن بعد هذا الكلام يا حضرات الله يرضى لي عنكم يا عرب الآن عامر أسمر's Opinion Opinion معناه اللي هو رأي طبعا رأي عامر أسمر مين هذا عامر أسمر اللي كتب لنا هاي المقال كلها كاملة الآن رأي هذا الشخص بيقول لك يا عمي جين عملة ثورة في عالم الكميونيكيشن brought about الآن الواجب الثاني brought about معناها to to happen اشي زي هيك الآن إذن brought about brought about a complete change بمعنى مضطرة كتبها بالعربي بمعنى اللي هي سببت يعني الآن سببت a complete change تغيير كبير in the people الآن that people understand how animals can communicate إذن عملة تغيير كثير انه people الناس understood how animals can الآن communicate انه كيف يقدروا انهم يتواصلوا الآن أجوا الناتشريليست اللي بعدها طبعا لو تعرفوا جين جوديل هاي امرأة aged معمرة كبيرة في العمر فالآن الناس اللي بعدها coming generations الأجيال اللي أجت بعدها الآن هون حكوا انه communicating between whales and elephants درسوا communicating التواصل بين اللي هي الwhales اللي هي الحيتان والelephants بالنسبة لعامر أسمر هذا الشخص اللي كتب believes that يعتقد انه we may well learn رح نتعلم even more about لاحظوا learn about هاي مطلوبة بدوسية الحفظيات الآن نتعلم انه الانيمال communication in the future الآن هنتعلم أكثر عن اللي هو communication in the future التواصل بينهم معنى هذا الكلام إذا احنا والله يعني اشتغلنا أكثر والnaturalists اللي هم علماء الطبيعة اشتهدوا على حالهم أكثر رح نتعلم ورح الانيمالز هذول بيعلمونا اللي هم important lessons لقوا دام شوي وهذا كان عليه أصلا سؤال ضع دائرة الله يرضى عنكم يا رب فهذه اللي هي الأشياء الرئيسية اللي لازم تضل عالقة في ذهن طالبي التوجيهي طالب خالد المحترم الله يرضى عنكم يا رب طبعا هون الطلاب المحترم الماقس دي حالي انه محترم ان شاء الله اني اوصل لمرحلة زي هيك يا رب ان شاء الله الان ورب يوفقكم يسر اموركم اللهم امين يا رب العالمين اخواني اخواتي بالتوفيق والتيسير ان شاء الله وتتركوا لي الان في التعليقات ان شاء الله بستفيدوا من هيك مبادرات نحاول نطلع مبادرات جديدة بتخدم ان شاء الله بتخدم تخدم في فهم المادة وتجعل كل ان شاء الله ما في شي صعب بس تجعل كل صعب سهل وكل طويل تجعله الان يعني مش انه مختصر بطريقة هيك بالمفهوم الاصم وانما انه سلس التعامل معه بتيسير رب العالمين سلام عليكم ورحمة ربي تعالى وبركاته اعملوا من شر شير لهذا الفيديو يعني على الاخرين يستفيدوا ان شاء الله بتوفيق والتيسير ان شاء الله بشوفكم على خير يا اهل الخير